اشتركوا في القناة والدعى أن المسيحيين بيؤمنوا أن الله تزوج مريم وأنجب منها المسيح طبعا حاشا لنا أننا نؤمن بالكلام ده وأقل ما يوصف به الكلام ده أنه سخف مجرد سخف مش أكثر لكن السخف ده للأسف الشديد صدقوا مليارات المسلمين على مدى 14 قرن خاصة أنه المسيحي كان ممنوع أنه يتكلم عن عقيدته والكتاب المقدس ممنوع قراءته على أتباع الإسلام لكن النهاردة بعد ما زالت العقبات الإسلامية أمام المسيحي وأصبح قادر أنه يشرح عقيدته على الملأ وجد المسلم نفسه في موقف صعب لأنه واضح جدا الآن أمامه أنه القرآن أخطأ فإما أنه المسلم يعترف بخطأ القرآن وده اللي عملوا ملايين المسلمين في وقتنا الحاضر وإما أنه المسلم يصر على البقاء في الخدعة اللي ابتكرها القرآن واعتناق الفكرة السخيفة وبالتالي يبقى تابع لمحمد بين المسلم اللي رافض للإسلام والمسلم اللي أحب البقاء في الخدعة القرآنية ظهر بعض المسلمين اكتشفوا الحقيقة عرفوا الخدعة لكنهم للأسف بيحاولوا يوفقوا بين القرآن والكتاب المقدس ولكن بنفس الطريقة الإسلامية طريقة الخداع ومسك العصاية من النص فزي ما عمل الشيخ الهندي العلامة أحمد ديداد بخصوص قضية صلب المسيح والدعى أن المسيح صلب فعلا ولكنه لم يموت هنشوف النهاردة الشيخ الهندي العلامة زاكر نايك بيتعامل بنفس الطريقة في قضية بنوية المسيح وربما يتفاجأ بكلامه كل مسلم خلونا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة المسيح الابن الوحيد الابن الحبيب عفوا ردا على زاكر نايك مشاهدين احنا حلقة جاية بنعمة المسيح هنكمل فيها مع الشيخ الزاكر في نفس الموضوع الحلقة هتكون مباشرة وحنفتح لكم فيها الخطوط بدل شوية عشان تشاركونا يعني هيبقى موضوع واحد خلينا نرحب وحيد ونبدأ نشوف موضوعنا أهلا بك يا وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع طيب تعبير ابن الله شرحوا القرآن بطريقة يعني المعروفة نعم المسيحية والمسيحيين أبرياء من الافتراء اللي افتراه يعني محمد إله محمد كلها حكاية واحدة يعني تمام أنا حسب أعتقادي أنه المسلم النهاردة بين نارين إما أنه يعترف أن القرآن أخطأ ودي طبعا أنت بتقتلع المسلم من جزوره وإما أنه يعني هيصدق المسيحيين هيصدق المسيحية ولا القرآن هو الصح إيه المسلم يعمل إيه لا هو عليه أنه يقرأ الكتاب المقدس زي ما بيعرف القرآن والمسيح قال فتش الكتب نعم والذي يقرأ باحثا عن الحق ربنا بيساعده مش هيسيبه اللي بيقرأ علشان يعني مجرد قراءة علشان يجد أخطاء أو آخره خلص ما هو هو اللي بيحكم على نفسه لكن لا يوجد شخص أو لم يوجد شخص خلينا نتكلم عن التاريخ هو بحث بحق عن الإله وربنا سابه أو رفضه قد يتعف في البحث قد يتألم لأنه زي ما أنت ذكرت بينسلخ من جزوره لكن في النهاية الباحث عن الحق لن يكون بحثه مجردا من العناية الإلهية ربنا بيتدخل وبيساعده فعليه أنه يواصل بحثه أعود لزؤالك نعم وعليه أنه يرجع للتفاسير المسيحية عشان يفهم مش ممكن أصلا المسيحين دول كانوا بيؤمنوا أنه الله تزوج ابنة عمران وأنجب منها نعم ستمائة سنة وعذين جل الإسلامي يقول يعني إزاي ليس له صاحبة فكيف يكون له ولد نعم وتكاد السموات يتفطرن إلى آخر هذا الكلام الغريب ثم بعد ذلك المسيحيون غيروا رأيهم فقلنا لا هي ليست هكذا الإله لم يتزوج ابنة عمران نعم لازم يشغل مخ الموضوع بسيط جدا لا يحتاج إلى الكثير من الجهد ليفهم نعم طيب إحنا شفنا في معنوان الحلقة فيه صورة تكريم تمام لزاكر نايك إيه موضوع التكريم لا هو الغريب أن اللفت نظر يعني الناس اللي يهاجموا المسيحية والكتاب المقدس بيقرموا في السعودية عادي جدا بسيحنا للمجرد هنا ننقل فقط ما هو مكتوف في المراجع الإسلامية أحنا بنهاجم الإسلام نحن ناس سيئين وعند هنا حقد على الإسلام العادي جدا يعني هذا التناقض اللي بيعيش المسلم في كل لحظة نعم أنت النهاردة بتكرم واحد زي ما كرموا أحمد ديدات واحتضنوا في السعودية بآلهة بالنسبة لهم طبعا نعم هم آلهة لأن أي شخص يهاجم المسيحية وهم صفر في المسيحية ويعتقد أنه الكلام الذي يقال صحيح وأنه الشخص ده دارس وهم لا يعرفون أنه صفر بالنسبة لنا إحنا يعني بناخده نرد عليه بكل سهولة نعم أنتوا عشان مش عارفين بتاخدوه بتكرموه بتدوه هدايا وإلى آخرين فجيد أنه هكذا يعني يكشف وتكشف النوايا ويقول لك حوار أديان الإسلام أبعد ما يكون عن حوار أي أديان يعني إحنا إمتى هيكرمونا إحنا مكرمين دائما في المسيح أنا بفهم قصدك كويس جدا إحنا طبعا يعني إكرامنا أكرم الذين يكرمونني إحنا إكرامنا أخذناه مش لسه كوان هنأخذه أخذناه في المسيح له كل المجد لا ننتظر أنه يعني حد يكرمنا من الغرب مثلا إن يجي الغرب يقول أوه ممتاز أنتوا بتناقشوا الإسلام تعالني كرمكم ما عندنا كده بس هناك تغضق عليهم الهدايا والتكريم المعنوي إلى آخره ليه فقط لأنه بهاجم الكتاب المقدس والمسيحية فبالتالي يكرم معتقدين أن ما يقوله له جانب من الصوب وكلهم زي بعض بالمناسبة أنا سمعت لكل من يتكلم عن الكتاب المقدس كلهم مستوى واحد مستوى التأليف والابتكار والتفسير من عندهم وبالتالي هذا بالنسبة لنا صفر يعني ليس له أي حجة نعم على الإطلاق نعم خليكم معنا مشاهدينا نسمع الفيديو ونرجع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 Adam is son of God, Ephraim is son of God, Israel is son of God God has got sons by the tons in the Bible That means you haven't read your Bible sister So do you mean to say all of them are God's? Is Adam God? Is Ephraim God? Is Israel God? No Son of God sister is a statement used If you read Romans chapter 8 verse number 14 All those that are led by the Spirit of God They are sons of God Means if you follow the commandment of God If I follow the commandment of God I am a son of God But in this way undoubtedly Jesus Christ Peace be upon him Verily is the most beloved son of God Meaning he is following the commandment of God I have got no problem at all If you say son of God means Person who follows the commandments of God Like it's mentioned in Romans All those that are led by the Spirit of God They are sons of God If I follow the commandment of God You follow the commandment of God We are called children of God Very innocent statement no problem So as far as your Matthew is concerned 3.17 You can have clarified We have a son of God ثاني سيد زاكر سيد زاكر ابن لله يعني في الوقت اللي بيرفضوا أنه حتى إحنا بيقولوا لا أنتو مش أبناء الله أنتو عبيد النهاردة طالع زاكر ناك بيقول أنا ابن الله يعني إذا أنا اتبعت الوصايا بيقول فأنا ما عندي مانع أنه من هذا القبيل يسمى ابن لله وربما بعد كده برضو بيغير رأيه في نفس المجال نعم بداية أنا أشكر هؤلاء المسيحيين الذين يسألون أمثال زاكر في المسيحية فهم يسمعون الإجابات ويكتشفون بعد هؤلاء الناس عن فهم ألف باء الكتاب المقدس الرجل لا يعرف يعني أبسط المسائل في الكتاب المقدس وهو البنوة والنتيجة مزهلة يعني كما سمعنا أولا الهروب الكبير من الآية التي قدمتها ابن الحبيب نعم علق عليها أنه هو المسيح أحب أبناء الله لأنه ينفذ كل الوصائح لكن هل كمل الآية هل شاف الآية أين قيلت السياق بتاعه لا يستطيع ولا يجرؤ صحيح ولا يجرؤ غير هو عاوز ينفي البنوة المتفردة للمسيح يكون لنا أبناء الله والقضية واضحة في الكتاب المقدس طبعا هذا كلام العاجزين عن مقارعة وضوح الكتاب المقدس في هذه الجزئية كما في كل الأجزاء بنوة المسيح الذاتية لله واضحة في الكتاب المقدس وضوح الشمس بعدين في في رده طبعا لسه هفند وحاجيب آيات بنعمة الرب لكن أنا دلوقتي بعمل كده مجرد تعليق أو تحليل للكلام يقول لها لو أشرت لأي آية فيها صريح أنه المسيح يقول أنا الله فعبدوني طبعا هو الرجل ليس لديه جديد كل ما يقوله قاله ديدات وكل ما قاله ديدات قاله ميرزى غلام أحمد يعني هم ما عندهم جديد والآن يرددوا المسلمين أتباع الآله هذول طبعا والسنة بيرددوا هذا الكلام نعم اللي منبعه مين أصلا ميرزى غلام أحمد نعم لا مشكلة بيقوله لو أشرت لأي آية فأنا مستعد أن أدخل المسيحية هذا الطرح السازج يعني إنسان سازج لأبعد الحدود وكأن إيمانه الإسلام ده متوقف مش عشان الإسلام حلو وهو مقتنع به لا أنا مش لاجي آية في الكتاب المقدس ستؤكد أن المسيح هو الله فاعبدوني وطبعا بهذا المنطق لو إحنا سألنا المسلمين أعطونا آية في القرآن قال فيها الله لمحمد نعم أنا الله فاعبدوني صح بهذا المنطق يعني هم نقلوا نص قيلة لموسى لا إحنا عايزين لمحمد بتاع الإسلام نعم أين قال الله لمحمد في الإسلام أنا الله فاعبدوني أنا الله فاعبدني بهذه الطريقة يعني لن تجد أما الفضيحة هنا فإنه يكشف وبكل بساطة يكشف الرجل فهمه الخاطئ للمسيحية حيث يخطئ الدعية زاكر ويقول إن كان كلامك أن المسيح ابن الله معناها أن المسيح إله فسأجيبك يعني لو أن أنكم يا مسيحيين تؤمنون أن المسيح هو الله لأن اسمه ابن الله وبعدين يقدم المنهز السازج بتاعه المسيحين يعتقدون هو يقول أن المسيح هو الله لأنه ابن الله وأنا بسأل هل ده إيمان هل إيمان إن إحنا كمسيحيين في كل عصورنا نقول أن المسيح هو الله لأن له لقب ابن الله ده إيمان إحنا يعني ولا هي الموضوع معكوس تماما لأنه كلمة الله ولأن اسمه ابن الله ده اسم من أسماء المسيح لأن كلمة الله هو عقل الله فبالتالي ده اسم مش لأن ابن الله يبقى هو الله لا ده كلام مغلوط جدا ثم يحكم على نفسه بكل بساطة ودون أن يدري هؤلاء الناس لا يدرون كيف يسقطون هكذا بكل بساطة في الأخطاء يقول أنا أشوف أنه لله أولاد كسر يعني فيرد على نفسه ويقول يعني أنه آدم ابن الله إسماعيل ابن الله إسرائيل ابن الله طبعا هو جهز هذا الكلام لنفسه وبالتالي هل هؤلاء آلهة سؤال ليك سؤال لينا صحيح سؤال ليك يا سيد زاكر ياللي محتاج تزاكر إن كان في الكتاب المقدس أنت وجدت أن إسرائيل ابن الله كما تقول وإسماعيل ابن الله وإسحاق ابن الله وكلهم أبناء الله فلماذا لم نؤله هؤلاء سؤال يرجع عليك أنت بتضرب نفسك فيبقى في أمر أنت مش فاهمه لما دول كلهم أبناء الله وإحنا كمسيحيين أبناء الله ما فيش حد فينا أله نفسه أنا إله ده معناها حضرتك أنت بتأتي بالرد على نفسك وده يعني ده العادي عنديكم كل واحد فيكم بيتكلم في الأمور دي بيرد على نفسه ويسقط في أخطاء كثيرة جدا أنا لاحظت أنه عادة في الحوارات حتى على يعني الفيسبوك أو أي مواقع إسلامية بيحصل فيها حوارات أنه المسلم بيبتدع فكرة أو ده مش إيمانكم ويبتد يسأل المسيحيين على الفكرة اللي هو اخترعها وألفها صحيح فأنا مش عارفة يعني هل ده وراسة يعني خدوها من محمد ومن القرآن بيألف حاجه طبعا وراسة وبعدين هو حتى المسلم اللي يأتي بيناقشك في الفيس أو في أي مكان يعني أنا أكاد أجزم أنه 99% منيهم هو لا يرجع للكتاب المقدس ويقرأ ويفهم لا هو أخذ المفاهيم من الإنترنت من الصفحات اللي بتهاجم المسيحيين فاكر أنه ده إيمانكم بناء على هذا أنا أناقشكم زي ما سيد زاكر ده مفروض مش بيأخذ بقى صحي مفروض أنت بتزاكر فإزاي أنت بكل بساطة تسقط وتقول المسيحيون يعتقدون لأن المسيح اسمه ابن الله يبقى هو الله أي يعني أي ركاكة يعني في هذا الطرح طرح ركيك جدا جدا ثم يقول للأخت وأنا يعني بصراحة بهني الأخت دي وفيه أخ تاني يعني يزنقوا في بعض الأسئلة طلعا من الموضوع معرفش يجاوب لما بيكون مسيحي بسيط ما يعرفش ممكن ما يعرفش يرد لكن الأخت دي جيدة وفي الفيديوهات اللاحقة ربما في الحلقة القادمة زي ما نوهتي يظهر دوره أكثر يقول بيقول لها أنت الإله له الكثير من الأبناء واضح أنك لا تعرفين كتابك يعني لا تقرأ كتابك الحقيقة هي اللي كشفتك أنت أنك فهمك خاطئ وباهد جدا عن الكتاب المقدس ثم أين الإجابة عن سؤال سؤالها ابني الحبيب فترك الآية دي أو علق على تعليق وسيط وذهب إلى روميا 8-14 وده اللحنا برضو هنرد عليه النهاردة فهو ليس فقط قطع آية من الإنجيل وإنما قطعها حتى من السياق الطبيعي بتاعه وفي هذا أنا أسأل أعتقد سؤال مشروع هل هو يعرف ويخطط لهذه الأمور كما ديدات كان يحزف ويكتب الكلام الناقص ويضع نقط وهذه مصيبة لو الرجل يكذب يعني وإن لا يعرف مصيبة أكثر يعني لو لا يعرف مصيبة وإن كان يكذب ويعرف فالمصيبة فالمصيبة أكبر لماذا ارتعب من متى 3-17 هذا هو ابن الحبيب لماذا لم يعلق عليها بالطريقة اللي هي طرحة سؤالها نعم هذه سأتركها لاحقا بعد قليل أرد عليها هنا عنده تفضلي الحتة دي المفروض هو بالنسبة للإيمان هنا بنتكلم عن المسيح عيسى عبد الله تالنهاردة ده الإله هو اللي بيتكلم الناطق هو الإله مفروض تكون كلماته أقوى من المقياس اللي انت عايزه المسيح يقول أنا إله عبدون صح طب انت عندك الله هو اللي بيقول ده ابني صح انت مين أهملك مين أعظم عندك ده لو عاوز هو يوصل للإجابة هو مش عاوز طبعا لا هو عاوز يعني يتوها الموضوع نعم على كل هو عنده هنا ثلاث أخطاء رئيسية على الأقل ثلاث أخطاء رئيسية في هذا الكلام أولا الهروب من البنوة الذاتية المتفردة للمسيح وهذه لن أبدأ بها الآن وقبل الابن الحبيب اللي هي جزئية هامة لها وقع خاص خلاه يرتعب ويهرب منها أرد على أنا الله وأعبدوني دي بداية أنا الله قالها المسيح بلغته وبثقافته وفهمها اليهود وأرادوا رجمه أكثر من مرة ومرة أبكمهم في سؤال كان واضح جدا في هذه الجزئية خليني أقدم بعض الآيات تفضل لا يسعن الوقت لتقديم كل شيء نعم وإحنا مش عايزين يدخل المسيحية بالمنطق دا يعني ويدوني آية وندخل المسيحية المسيح ما بيلمش المسيح مش هيقبل منك إنك تقول أنا أمنت بيك عشان لجيت آية لا المسيح مش كده المسيح مش عدد المسيح عمق وفهم وتسليم حياة بالكامل والاتضاع أمامه هؤلاء يقبلهم المسيح أما العنجهية الفارغة والعنترية المفتعلة التي ليس لها أساس كتابي عندنا فهذه لا وجود لها في حضرة المسيح فعشان يعمل حسابه ومن يسمعني من أمثال هذه العنترية بمناسبة العنترية لو المسلم خلى باله كيف هو يعني بيحاول بيسعى للشهرة والتصفير صح في المقطع ده على المسلم أنه يدرك أنه طريقة زاكرية مجرد واحد عاو الشهرة وتصفيق يعني شوفوا أنا حافظ الكتاب هو بكمل للبنت الآية الكتابية لكن هو مش فاهم أو مش عايز يفهم صحيح ما هو بتعامل مع الكتاب مقدس زي القرآن القرآن بيحفظه نعم وبتعامل مع الكتاب كده حافظ شوية آيات فيبدو للمسلمين والرأي لده فاهم كتاب مقدس نعم أول سؤال يكون سؤال يعني يعني فيه منطق كتابي ولا هوتي سيسقط نعم سيسقط تماما على سبيل المثال أنا سأخذ الجزء يدي ألوهية ألوهية عفوا ألوهية ألوهية المسيح له كل المجد ندخل هنا في متة ألوهية أرباب شريعة أرباب شريعة يعني تقدر تقول لي عليهم كده أرباب شريعة ناس فهم الشريعة كويس جدا نعم سألهم المسيح أنتو بتظنوا في المسيح ابن من هو ابن مين المسيح ردوا عليه هؤلاء عارفين الشريعة قالوا له ابن داود قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا بالروح يعني بالوحي نعم كيف داود بالوحي الإلهي يخاطب المسيح ربا هو بيقول لي كان عاوز آية بس دا المسيح اللي بيتكلم هنا بقى هو نفسه اللي بيتكلم نعم يدعوه بالروحي ربا قائلا قال الرب لربي الآب للإبن للكلمة نعم ربي لأنه دا مولود بالطبيعة البشرية هو ابن داود صحيح لما هم سألهم ابن من هو قالوا ابن داود قال لهم ممتاز هو فعلا ابن داود بالطبيعة البشرية لكن كيف يدعوه داود بالروح بالوحي إله نعم ربا وسيدا حتى أضع أعداءك موطئا لقدمك ثم يسأل المسيح السؤال المفهم فيقول فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه اللي بيقول فاهم كتابنا المقدس نعم كيف داود بالوحي يقول للمسيح بروح النبوة أنت ربي قال الرب لربي نعم إلهي سيدي وفي نفس الوقت يدعوه إذن شوف الكلام بقى يقول الكتاب فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتة لماذا لم يستطيع أن يجيبه بكلمة لو أن الفكرة عادية لو قالنا كلنا أبناء الله نعم وكلنا زي بعض دا كان يعني ردوا على المسيح بكل سبسطة وكلنا أبناء الله المشكلة يعني لكن هنا البنوة متميزة ولهوت المسيح واضح جدا فالآية فيها الرد ببساطة وإفحام من المسيح له كل المجد على اليهود كانوا ببساطة قالوا له وما المشكلة يعني لماذا أفحمه ما المشكلة يعني ليس فيها ربوبية ولا ألوهية ولا فيها الضنوة والموضوع عادي جدا دول أصحاب الشريعة اليهودية خلي بالك دول الفرسيين النموسيين دول الناس والكتبة ثلاث فئات دول ناس بتوع الشريعة نعم عارفين ودرسين الوحي الإلهي يبقى إذن لم يستطيعوا أن يجيبوا بكلمة وأفحموا واضح إذن أن المسيح يعني انتخب النصوص الآيات التي يفهمونها جيدا نعم ووضعها أمامهم ليكشف عن طبيعة اللهوتية فإذن عدم مقدرتهم على الرد إن كانت البنوة عادية وكلنا أبناء الله نعم وإن كانت الردود عادية إيه المشكلة ما فيهاش مشكلة يعني إيه داود يقول بالوحي أنت ربي لم يستطيعوا هذا من الوضوح بما لا يدع مجال للشك أن الرجل إما يكذب وهذه مصيبة وإما لا يعرف وهذه أيضا مصيبة لو عندي كي تعليق طيب أنا بالنسبة للوضوح يعني أنا بستغرب أنه مسلم أي مسلم يتكلم عنه الوضوح في الكتاب المقدس صراحة لأنه أنت مختلف في القرآن في كل حرف فيه كل كلمة أنت مختلف فيها والقرآن مش واضح في أي حاجة فعلى أي أساس أنت بتتكلم عن الوضوح في الكتاب المقدس صحيح شكرا دي حاجة الحاجة الثانية هو يعني يعني هو رافض ما قيل عن المسيح قيل عن المسيح أنه ابن الله لكن المسيح ما قلش هو بلسانه حسب كلامه طيب طب ما هو عشان نوصل لأيه في الآخر أنه دا أنتو كتبتو عن المسيح طب ما اللي كتب عن المسيح كان ممكن ببساطة يحط على لسان المسيح ويقول المسيح أنا ابن الله أسهل كتير جدا من كل الكلام دا كله صحيح خلص يحط نص اثنين تلاتة زي ما هو عاود تمام وخلصنا تمام الجزئية اللي هي بتاعت الكذب أنت وأنت بتتكلم عن الكذب أنا يعني هو بيقول لو أنا لقيت حابقى مسيحي طيب لو أنت لقيت المسيح قال أنا ابن الله والقرآن بيقول لك المسيح مش ابن الله حتبقى مسيحي برضو ولا بتكذب في الوضع اللي أنت فيه حاليا نوع من التحدي بغرور بالعنجة هي هو تحدي لمجرد محاولة يعني أنه أنا هنا وبتحدى بالظبط وإنتو ما عندكم بالظبط لا أنت ما تعرفش أو أنت بتكذب بعدين هو الجزئية اللي ركز عليها أنا أقبل أن المسيحي ابن الله أحب أبناء الله لأنه بيتمم الشريعة بهذه الحالة أنا ما عندي ما أنا أقبل لكن هو يسأل عن آية واضحة فيها المسيح يعني لهوت المسيح ألوهية المسيح نعم هذه الآية واضحة جدا صحيح المسيح يقول أنا رب داود نعم نعم وقبل أن يوجد المسيح بالجسد كيف؟ معناها المسيح يتكلم عن وجود الأزلي هل هذا الكلام قاله المسيح أيضا؟ نعم تعال معي في يحنى 8 56 قال المسيح لليهود هو بيتناقش معهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرحا فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن عملوا إيه اليهود؟ ما فهموش؟ لا فهموا فرفعوا حجارة ليرجموه أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا لماذا يقول المسيح هنا له كل المجد أنه قبل إبراهيم؟ نعم لماذا يصر عليها؟ رفعوا حجارة لماذا لم يتراجع عن هذا الأمر لما رفعوا الحجارة؟ يقول لهم لا أنت فهمت خطأ أرادوا أن يحصروا المسيح في الزمن يا أستاذ زاكر ومن شابهك المسيح يقول أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأه وفرحة قالوا له ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن كائن إزاي؟ بلهوته لازم تعرفوا أن المسيح أزلي ليس الجسد بتاعه ليس لحم الدم ما نتكلم عنه ببشرية المسيح نتكلم عن ألوهية المسيح أنه الأزلي الذي جاء في ملء الزمان حل في طبيعة في هذه الطبيعة البشرية التي ولد بها من العزراء مريم واتحد بها التحاد التام وكامل ومطلق أي بالطبيعة البشرية التي عاش بها بين الناس وتكلم معهم وهنا هذا الكلام واضح جدا الكائن يعني يهوى الكائن بذاته والمقيم لكل كيان آخر زاكر بيقول أنا مش عايز آية واضحة فين الآية الواضحة طيب ما هو أهل الكتاب فهموه أنت مش من أهل الكتاب هذه مشكلتك أنت واحد جزورك وسنية مش جزورك أنت جزور الإسلام وسنية هاتفها ميه أنت رفضت كل الكتب اللي قبلك واعتبرتها منسوخة ولم تعطي فرصة للمسلمين أن يقرأوا هذه الكتب ليه يربح حياتهم الأبدية فأنت أصولك ما عندك جزور أنت واحد نبتة وسنية أصلا لكن إحنا أهل الكتاب لأنه عندينا الوحي والخط الروحي منذ آدم إلى اليوم عارفين ما الذي قاله الله إلى هذا اليوم لكل هذا التراثة الروحي في الجنس البشري أنت عندك إيه فأنت نبتة وسنية أنت ما بتعرفه أهل الكتاب عرفوا كلام المسيح وفهموا كلام المسيح واعتبروه مجدفا ولذلك رفعوا حجار عليه ليرجموه هذه من الأهيات الواضحة أنا الله لماذا رفعوا عليه الحجار ليرجموه فهموا أنه يؤله نفسه نعم أنتقل لآية أخرى يحنى 14 من 5 إلى 11 قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي تخيل المسيح ماذا يقول هنا يقول أنا الطريق والحق هو الحق تقدر تقول أنا الحق يا زاكر والذي أنت مش عايز تبص لها من يجرؤ ويقول أنا الحق أنا الحياة أنا القيامة أنا الطريق من إذا كان كلنا أبناء الله بقى وصلطوا كلنا زي بعض أنا اللي قدامك وحيد أنا ابني لله بالإيمان بالمسيح هستطيع أجرؤ أقول أنا الحق حاشر هذا التجديف على الله الحق هو الله فقط وحينما يقول المسيح أنا الحق أنا الطريق أنا الحياة هذه إشارات واضحة جدا من من الأنبياء عبر التاريخ قال أنا الحق يعطيني واحد واحد من من الأنبياء عبر التاريخ قال أنا الحياة واحد خلاص لو واحد أصلا نكس تكسر القائلة لا يوجد فهنا البنوة المتفردة للمسيح وألوهية المسيح واضحة لمن لمن هو صادق في قراءته وبحثه لكن أنت تطلع بشوية كلام الناس يصفقوا لك ده مش بحث ولا دراسة يقول المسيح هنا كلام رائع جدا يقول لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتمه مع أن الجوهر اللهوت لا يرى كيف رأينا فقال له في لبس طالما رأيتمه في الماضي نعم يا سيد أرين الآب وكفانة قال له في لبس يا سيد أرين الآب وكفانة قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدة ولم تعرفني يا في لبس الذي رأاني فقد رأى الآب ثم يوبخ أو يعاتب ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي اسمع الكلام الخطير لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال صدقني صدقوني أني في الآب والآب في وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها هذا الكلام لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال نسف المسيح وقطع الطريق على كل من يريد أن يقول لا هذا مجاز نعم وهذا مش مقصود نعم والمسيح لا يقصد أنه في الآب والآب فيه بالمعنى الحرفي اللاهوتي الجوهري لا هو بيقصد مجاز قطع الطريق عليكم لأننا سمعت الكلام زي كذا لا الآيات هنا واضحة الآب الحال فيه أنا في الآب والآب فيه كيف تقول أرين الآب رأيتموه عرفتموه ده كله في الماضي ليه لأني أنا حال فيه وسطكم الله لم يره أحد قط يعني جوهر اللهود ده الإبن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر ده الكتاب المقدس ده اللي عاوز يكر الإنجيل يا سيد زاكر لكن اللي بيقتطع الكلام ويخدع به الآخرين أنت في ورطة كبيرة جدا سؤالك اللي انت سألته عن الأنبياء مين قال أنا الطريق وأنا الحق يرجع يتقال برضو على نفس الجزئية دي مين في الأنبياء قال أنا في الآب والآب فيه لا يستطيع لا يجرؤ ومين فين الآب في القرآن أصلا يعني أنت عايز بتبحث عن ألوهية المسيح في الكتاب المقدس فين الآب في القرآن ملهاش مكان ملهاش وجود قزك كمصطلح كمصطلح طبعا ليس له وجود نعم يبقى إذن هنا السيد زاكر بقول عايز نص نصص كثيرة جدا والآيات كثيرة وليس يعني المجال لا يسمح أن أقدم حتى من العهد القديم ألوهية المسيح نعم لكن ديه يعني آيات بسيطة جدا للناس اللي بيعتقدوا أن الرجل له شيء ليس لديه أي شيء ليعرف عن المسيحية حقيقة أما عن موضوع السجود أنا الله أهو أنا الله بلغة اليهود وبكلام اليهود أنا الله معروفة جدا أما موضوع السجود فأنا حابب أقدم برضو بعض العبارات فضل سجود للمسيح بصفته اللاهوتية وحنوه بعد شوية برضو عن عن ألوهية المسيح في أنا الله كيف فهمها اليهود حرب الضيبي موضوع السجود برضو تعالي هروح لعبرانين واحد ستة الوحي الإلهي يقول وأيضا متى أدخل البكرة إلى العالم يقول هذا المسيح ولتسجد له كل ملائكة الله تسجد للمسيح طبعا تسجد للمسيح ده فين يا زاكر ده في كتابنا المقدس وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه له بنار بالوقت لو في عندنا شخصين ماشيين في الشارع في وسط الناس واحد بيقول أنا ملك أنا ملك أنا ملك أنا ملك كويس وجوه بعد شوية قالوا له اثبت أنك أنت الملك ولم يستطع يبدأ كلامه ليس له قيمة وليس له فائدة لكن لو في شخص لم يقول أنا ملك أن الملك ولكن وهو وسط الناس أمر الجنود فأطاعوا أو أمر أمر ملكي كبير وتحقق هذا الأمر الملك أمام الناس مش محتاج يقول أنا الملك صحيح ناس يقول ده الملك نعم مش ما فيش حد يعمل كده إلا الملك ملك الدولة نعم فالمسيح له كل المجد قال أنا الله بثقافته و بلغته وبعصره وفهموها بالإضافة إلى ما قام به من أعمال لاهوتية لا يستطيع أحد أن يقوم بها على الإطلاق يعني مش بس المسيح يقول أنا الله أنا الله أنا أطبعها وبعدين اسبت أنك أنت الله لا يستطيع زي ما واحد يقول أنا نبي أنا نبي أنا نبي وتشوف أعماله لا تصلح لواحد عاش وثنة يعمله يرفض صحيح يعني 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 يبرأ بنفسه أنه يقوم بهكذا أفعال نعم هنا ده الوحي الإلهي متى أدخل البكر إلى العالم يقول والتسجد له كل ملائكة الله وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار أما خلي بالك عن الإبن وأما عن الإبن اللي هو المسيح كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك يبقى فيه سجود ليه السجود بسكذا لأن عن الملائكة بيقولك لا الملائكة صانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار طب الإبن لا الإبن داء في العرش ده هو الله كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك وبالتالي لذلك تسجد له كل ملائكة الله فالسجود موجود في الكتاب المقدس أعطيك أكثر من ذلك في متى أربعة تلاتة وتلاتين ومرقص واحد طلعتاشر عن المسيح وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه ده لأنه ربها وإلهة وسيد هذه الكائنات والمخلوقات وهو الذي خلقها نعم كمان بنشوف في يحنة واحد واحد وخمسين وقال له الحق الحق أقول لكم ده بيتكلم مع واحد من التلاميذ من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان والمتكلم هنا شخص المسيح طيب هل المسيح رفض السجود للناس التي سجدت لي كان المفروض زي ما فعل القديس بطرس وجاء يسجد للملاك منعه قال له الله لا تفعل نعم وبينما المسيح لا قبل السجود وقبل السجود مرتبط هذا السجود بإعلان ألوهيته قبله بكل بساطة يعني مثلا هنا في متى 14 ثلاثة وثلاثين بعد ما أوقف البحر والريح بكلمة لأنه الله خالق البحر والرياح ابكم أسكد نعم والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله طيب دول بيقولوله إيه بالحقيقة يا سيد زاكر ركز معايا بس كده خمس دقائق دول اللي في السفينة اللي هم يهود اللي بيؤمنوا أنهم كلهم أبناء الله نعم كيف يأتوا ويتفردوا ببنوة خاصة للمسيح ويقولوا أنت ابن الله نعم وبسجدوله طيب ما المسيح يقول لهم ما المشكلة ما كلنا أبناء الله ليه أنتم مستغربين لا الموضوع مش كده الموضوع بنوة المسيح بنوة زاتية الكلام ده يؤكد هذا ببساطة يعني فكر كده لخلاص نفسك الناس دول يهود بيؤمنوا أنهم أبناء الله ناس دلوقتي قاعدين في السفينة شافوا وضع معين معجزة خارقة عملها المسيح وهم كلهم أبناء لله قالوا للمسيح أنت بالحقيقة أنت ابن الله بالحقيقة يعني يعني أنت ابن الله بالطبيعة والجوهر وسجدوا له نعم طب سجدوله ليه عشان هو ابن الله زيهم ولا لأن البنوة هنا متفردة نعم ابن الله هنا تأخذ معنى خاص سآتي له لاحقا بنعمة الرب خلينا أسألك هل المسيح أنكر هنا يعني يعني لو هو مش ابن الله كان المفروض ينكر يقولهم لا أنا مش ابن الله زي ما فاهم زاكر آه أو المسلمين أو محمد لا أنا مش كده أنا زي زي ما أنت بتقول أنا زي زيكم طبا فأنا مش ابن الله اللي تعني أنا الله فين الانكار دا المسيح أنكر الموضوع لا إطلاقا بالعكس طيب دا مش بيخلينا إحنا نطالب السيد زاكر إنه فين أنكر المسيح إنه ابن الله بمعنى إنه الله بمعنى إنه الله فين أنكر إنه بنوة ليست بنوة لاهتية ده السؤال اللي ممكن نسيبه للسيد زاكر نعم لن يجد بالعكس هنا ابن الله وسجد له المفروض يقول لهم ما معنى ابن الله ما كلنا أبنى الله ولا أنتوا بتقصدوا معنى متفرد آه هم يقصدوا معنى متفرد قبله المسيح وقبل سجودهم نعم هذا المعنى المتفرد نجده أيضا في يحنى 9 فالرجل المولود أعمى الذي خلق له المسيح مقلتين ما كانش عنده مقلتين زي الناس كده خلق له مقلتين في عيون وبعدين حصل مشادة بين الأعمى اللي كان أعمى واليهود وكانوا يريدون منه أن يعني يقول عن المسيح الندى لا نبي ولا إنسان الله ولا أي شيء أجابوا وقالوا له دول اليهود في الخطايا ولدت أنت بجملتك للمولود أعمى أنت أصلا مولود أعمى وأنت تعلمنا فأخرجوه خارجا فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده للمرة الثانية روعة المسيح هو اللي وجده هو اللي بحث عنه نعم وقال له أتؤمن بابن الله طيب اليهود ده المفروض تكون الإجابة يعني إيه ابن الله ما كلنا أبناء الله نعم ولا هو يقصد لا هنا المسيح لا يقصد البنوة العادية لكل اليهود ولكل الذين آمنوا به يقصد بنوة هو الزاتية الجوهرية لله أي يعني هنا المسيح بيسأل المولود أعمى عن نفسه طبع عن المسيح أيوة يعني أنا بسأل أتحل أنت تؤمن بابن الله اللي هو مين أيوة اللي هو مين ما هو ده السؤال بقى الرائع اللي سأله المولود أعمى المولود أعمى المفروض لو التعبير غريب عليه وقل لنا أبناء الله بقى زي ما عايز يعملها كده السيد زاكر يقول له ما المعنى يعني ابن الله ما كلنا أبناء الله نعم لأ قال له أجاب ذاك وقال من هو نعم أيوة يا سيد لأؤمن به لأن اليهود يعرفون أن المسيح كلمة الله ابن الله وده موجود في سفر الأمثال عنديهم ما اسمه ومسمه ابنه إن عرفت كويس طيب من هو يا سيد لأؤمن به ماذا أجاب المسيح فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو يعني ده اعتراف واضحة هنا المسيح بيقول عن نفسه أنا ابن الله أيوة ابن الله ما هو هو ذاكر زي ما أنت قلت مسك العصائم من النص أنا ما قلتش إنه ما قالش أنا ابن الله أنا بقول ما فيش آية تقول إنه هو الله مش واضحة عايز آية واضحة هذه كل آيات واضحة ولسه ما هو أوضح قاما من كل اللي ذكرناه الذي يتكلم معك هو هو ده ابن الله نعم طيب راح عمل إيه المولود اللي كان أعمى فقال أؤمن يا سيد وسجد له قبل المسيح سجوده نعم وقبل سجوده مرتبط بألوهيته نعم أؤمن أنك أنت ابن الله وسجد له ده لسه اللي خلق له عيون ده اللي خلق له العيون وبالتالي وأنا خدمت في خدمة المكفوفين ثلاث سنوات المكفوف ربما لا يرى ولكن حاست السم عنده قوية جدا وحاست الشم أيضا ويميز الأشخاص بأصواتهم من بعيد يعني يسمع دفل آه يعرف دفلا ومش كان محتاج حد يكلمه لأن المسيح يتكلم معاه لما كان أعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوان وذهب واغتسل وجاء بصيرا فلما جاء المسيح يتكلم معاه للمرة الثانية أتؤمن بابن الله مين هو قال له أنا أعارف ده مين ده اللي لسه من شيء خلق له عيون أؤمن وسجد يبقى هو بيسجد سجود العبادة قبل المسيح هذا السجود ما عنده أي مشكلة لأنه الله الظاهر في الطبيعة البشرية نعم ماذا علق المسيح على هذا السجود قال فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرونه ويعمى الذين يبصرونه وهنا المسيح يتكلم عن عن بعد الروحي بصير الروحي نعم لكن في ذات الوقت لا يغفل البعد الماد الحرفي الجسدي نعم فسمع هذا لماذا يحمل المسيح هؤلاء هذه الخطيئة خطيئة عدم الإيمان به أنه ابن الله الوحيد الكلمة اللوغوس عقل الله وكلمته لماذا خطيئتهم باقية وهم يؤمنون أنه كلهم أبناء الله المسيح ليس هنا بنوة مثل بنوتنا نحن بنوتنا بنوة مكتسبة بنوة التبني بنوة الإيمان لكن خطيئتهم باقية لأنهم لم يؤمنوا بالمسيح أنه الله الظاهر في الطبيعة البشرية وهذا الكلام الذي قاله المسيح خطيئتكم باقية ينطبق على السيد زاكر لأنه مبصر لا يريد أن يرى ما هو قصد المسيحين أنكم مبصرين لا تريدون أن تبصروا فأصبحتم غير قادرين على الفهم وعلى أخذ الاستنارة الداخلية يبقى هنا إذن المسيح له كل المجد قبل السجود والمسيح له كل المجد قرن السجود بطبيعة الأهوتية لا كان في أي إشكالية فلو كلنا أبناء الله كان يجب أن يكون هنا وقفة من اليهود ومن المسيح من اليهود أن يقول له كلنا أبناء الله ومن المسيح يقول لهم لماذا تفردتم ببنوة خاصة لي ما كلنا أبناء الله لهذا حدث ولا زاكر لأن الثقافة اليهودية ابن الله بهذه الطريقة المزيلة بصفات لاهوتية هي تعني الله ذاته نعم هنا إذن قدمنا الجزئية الأولى وبعد كذا حدخل في تعليق آخر على الفيديو لو عندك أي مداخلة لا تفضل نكمل طيب هو يستشهد بالإنجيل يقول لك آدم ابن الله وإسماعيل ابن الله وإسرائيل ابن الله ويناقض نفسه أو يكذب نفسه يعني بكل بساطة لأنه إن كان كل هؤلاء هم أبناء لله ولا يوجد ولا مسيحي واحد ولا يهودي واحد برضو عبر التاريخ الطويل اعتقد أن هؤلاء آلهة يعني أنت بترد على نفسك أنت مش فاهمها مش عارفة أنه في الإنجيل في الكتاب المقدس آدم ابن الله وعيسى وإسماعيل إسماعيل ابن الله وإسرائيل ابن الله طب أنت اللي بترد على نفسك أعارفين ومع ذلك لم نؤالهم لهن دي بنوة ليست كالبنوة اللي حضرتك عايز تعملها كل الناس زيبات هنا وآتي إلى ما الذي فهمه اليهود حينما قال المسيحان ابن الله طيب هذه نقطة برضو من المهم أنه عفوا أن نحطها في السياق بتاعنا قبل أن أذهب إلى جزئية روميا وابن الحبيب لأنه دي جزئية برضو مهمة جدا طيب في يوحنى خمسة سبعتاشر وثمانتاشر أجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل خلي بالك أبي يعمل مش أبينا مسيحي علمنا أن نقول أبانا الذي في السموات هو بتكلم هنا عن أبي يعمل وهنا عمل الخلق مش بتكلم عن عمل أي شيء يعني طيب اليهود فيهمه إيه وأنا أيضا أعمل فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله فينك يا زاكر أنت بتقرأ إنجيلنا إحنا ولا بتقرأ الأفكار اللي في عقلك أنت بس إذن المسيح استخدمه لأنه لما المسيح مش بس زينا بيقول أنا ابني لله لا لما يذكر مثل هذا التعبير أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل دي أنا لا أستطيع أن أقولها ولا يستطيع أي نبي يقوله ولا يستطيع بالمفهومة بتاع الله أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل لو ما فيش حد ممكن يحط نفسه في موازاة مع الله وأنا أصلا لما حتكلم حقول إيه الله يعمل وأنا أعمل نعم لا بالمفهوم كمان اللاهوتي أبي يعمل أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل هيبقى أنت إله ببا ما صحيح؟ ده اللي فيهموه الناس اللي سمعوه في عصره يعني أنا أقول أنا الله أين قال المسيح عن الله أهو؟ ما الذي أمسكه أو اعتقد السامعون أنه أخطأ فيه أنه عادل نفسه بالله؟ طب هو ما الذي قاله؟ قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل قال أن الله أبوه بنو خاصة وإلا كان الرد هنا يكون ببساطة وما المشكلة؟ يعني أنت ابن الله كلنا أبن الله لا ومعادلن نفسه بالله خلاص مين هيعادل نفسه بالله؟ إبقى ده المفهوم اللاهوتي اللي بيفهموا أهل الكتاب واللي فهمينه الذين عاصروا المسيح وإلا لماذا اعترضوا بهذا الكلام صحيح طيب أنتقل إلى يوحنى خمسة في نفس الأصحاح يقول المسيح لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء من يشاء أنا أحيي برضو يبقى أنا مين لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينون للإبن أعطى للإبن لأنه في الطبيعة البشرية صحيح فيستخدم تعبير أعطى وأخذ لكن اللهوت لا يزيد ولا ينقص ما بيزيد ربنا لما نقدم له عطايا وقرابين اللهوت لا يزيد ولا ينقص بل قد أعطى كل الدينون للإبن لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب من لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله مين الإبن هنا اللي بيتكلم عنه المسيح المسيح تكلم عن نفسه طيب يعني يعني اللي عاوز يشوف بنوة المسيح اللاهوتية هيشوفها بزرع اللي مش عايز يشوفها لا هتولي كلام واضح أنا أقول بي هذا واضح بالمناسبة هذا واضح جدا للعاوز يشوف وينقص نفسه من الهلاك الأبدي بيقول أن الله له أبناء كثيرة واضح أنك لم تفهم الإنجيل أو لا تريد أن تفهم الإنجيل طالما أنت لا تعرف معنى أبناء الله الواضح إذن أنه السيد زاكر يفتقد للمصداقية لأنه إذا كان بيدعي أنه حافظ آيات من الكتاب أنا لا أعتقد أنه لم يقرأ الإنجيل فلماذا يخفي هذه لماذا لا يناقشها إذن الرجل يكذب بلا شك نأتي الآن لشرح الآية التي تشدق بها روميا وكأن يعني روميا دي ما فيش حد بيعرفها غيره هو يعني ويؤكد أنه مرة أخرى لم يفهم ما معنى أبناء الله الواردة في روميا التي ذكرها هو يعني إحنا بنؤمن أننا إحنا أبناء الله ولسنا آلها ليه هرب من البنوة الزاتية للمسيح ونحط العنوان ده الهروب من البنوة الزاتية للمسيح في الكتاب المقدس أحبائي في أكثر من معنى لمصطلح ابن الله وردت في الكتاب المقدس هذه المعاني أو المصطلحات من لا يفهمها يتوه أو يتوه نفسه إن لم ينتبه أو لا يريد أن ينتبه كما هو الحال مع السيد زاكر شوفوا المعاني التي وردت في كتابنا العظيم الكتاب المقدس وردت لفظ البنوة بمعنى أبناء الله بالخلق وهذه يشترك فيها كل البشر والملائكة أيضا كما وردت في سفر أيوب اتنين بنوة الدعوة والتخصيص ودلح نجيب عليه برضو آيات تلاتة بنوة الإيمان بالمسيح له كل المجد بفداءه بطبيعة اللهوتية بموته بقيامته بصعوده والمعنى الرابع البنوة الزاتية لله أي كلمة الله وهذا فقط للرب يسوع المسيح له كل المجد فهو الذي يخبر عن الطبيعة اللاهوتية هو الذي في حضن الآب في جوهر الآب ودي آيات في الكتاب المقدس في هذا السياق نأتي لروميا 8-14 التي اقتطعها ليس فقط كآية ولكن اقتطعها من السياق بتاعها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي خلوني احط العنوان ده في الهروب من البنوة الزاتية التي نقرأها ما بين تفسير وحديث ووسيرة وفقه وإلى آخره عشان أفهم أنا هتكلم أو ليه ما الذي قرأه زاكر فتح مراجعنا المسيحية لا أعتقد لأنه لو فتح مراجعنا أو لو كمل الآية في سياقها لن يستطيع أن يواصل في هذا الهراء إطلاقا لم يستطيع خليني في طبيعة البنوة لله هذا ما فهمه السيد زاكر قدم لنا من روميا 8-14 إلى 16 لأن كل الذين ينقذون بروح الله فأولاك هم أبناء الله ده كان كلامه بنفس الطريقة يقول نعم الذين ينقذون بروح الله فأولاك هم أبناء الله أنا أو أنتي كان بيكلم لو يعني انقذنا بروح الله واتممنا الوصايا فإحنا أبناء الله بهذا المنطق هو يقبل الرجل نكشف عن عدم فهمه للكتاب المقدس أبجديات الكتاب المقدس في طبيعة البنوة أين باقي سياق الآية يا سيد زاكر عيب عليك صراحة عيب لكن خلينا أدي لك النقاط التي ستكلم فيها في هذا السياق في طبيعة البنوة لله سنأخذ بنوة الخلق يارد نحط للمشاهدين سنأخذ بنوة الخلق وحنأخذ بنوة الدعوة والتخصيص والتقديس والتكريس دي كلها مرادفات والإفراز سنأخذ بنوة التبني بالإيمان بالفداء وحنأخذ أربعة بنوة المسيح اللاهوتية الجوهرية خلينا إذن نركز على الجزئية الأولى بنوة الخلق إشعياء 64 والآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عملوا يديك دي يشترك فيها كل الكائنات إذا كانت بشر أو ملائكة نعم بيتكلم هنا عن الكائنات العاقلة حتى الملائكة تشمل هذا النظر نعم طيب الله سببا في وجودنا وجودنا ككائنات عاقلة بالتالي الوحي الإلهي قال كل الكائنات العاقلة هذه يمكن أن تصرح أن الله أبوها نعم يا رب أنت أبونا بأي منطق نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عملوا يديك دي بنوة الخلق أنتقل إلى رقم 2 يريد نشوف مع بعض بنوة الدعوة والتخصيص سفر الخروج 4-22-23 فتقول لفرعون هكذا يقول الرب الرب يتكلم مع موسى روح يقول لفرعون إسرائيل إسرائيل بن البكر فقلت لك أطلق أطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه هأنا أقتل ابنك البكر يبقى هنا زي ما احنا شايفين تخصيص بنوة خاصة وقدس وأفرز شعب إسرائيل في ذلك التاريخ ومن ذلك التاريخ كل يهود يقول أنا أنا ابني لله لماذا؟ لأن الله أفرز قدس بارك بشريعة معينة بوصايا معينة عليه أن يلتزم بها بهذا القياس في عصر المسيح في يحنى 8-41 قال المسيح لليهود أنتم تعملون أعمال أبيكم فقالوا له إننا لم نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله فهم عارفين أنهم كشعب لله يمتازون عن كل الشعوب بأنهم أبناء لله بالتخصيص والتقديس والاختيار اختيار من الآباء شملهم أيضا فهم نسل هؤلاء بينما كل البشرية أبناء لله بالخلق انتقل إلى رقم ثلاثة شوف ما هي رقم ثلاثة يبقى إحنا خذنا طبيعة البنوة لله بنوة الخلق بنوة الدعوة والتخصيص ثلاثة بنوة التبني بالإيمان بالفداء وهنا قبل أن أدخل لها لازم أن أتي بما اقتطعه السيد زاكر من روميا هو تشدق بروميا لكنه لا يجرع لا يجسر أنه يكمل الآية هذا روميا اللي هو أخذ لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله نكمل إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني أخذتم روح التبني الذي به نصره يا أبا الآبو الروح نفسه يعني الروح القدس روح الله أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله يبقى أخذنا روح التبني ما تقدرش ليه تكملها لأنه في هذا الأصحاح زي ما احنا شايفين وحا أقدم آيات تانية في نفس الأصحاح بتوري الفرق بين شخص المسيح وبين الذين آمنوا بالمسيح يبقى إحنا ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله مين هم أبناء الله أنت لا مش أنت أنت ابن الله بالخلق لكن هنا بيتكلم عن روح التبني بالإيمان بالمسيح مش بدون الإيمان بالمسيح ده امتياز آخر ليس لشخص هذا الامتياز إلا للذين آمنوا به وسأعطي الآيات الكتابية في الأصحاح هذا في 29 يقول لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه آه يعني في بنوة هنا يا سيد زاكر ليكون هو بكرا بين إخوة كسيرين يعني تعبير صورة ابنه آه يعني في بنوة متفردة هنا نعم المسيح مزيينة طيب نكمل الذي لم يشفق على على ابنه يبقى في بنوة مختلفة بل بزله لأجلنا أجمعين كيف لا يهابنا أيضا معه كل شيء من هو الذي يدين المسيح طيب هو المسيح ابن لله زيينة ويديننا المسيح هو الذي مات بل بالحرقام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا الله ده مش ابن عادي يعني ده مش ابن زيينة ده مش ابن بروح التبني ده مش ابن بنوة مكتسبة ده ده حيدين العالم في نفس الأصحاح اللي السيد زاكر بيأخذ منه الآية التي لا يستطيع أن يكملها ولا يستطيع أن يأخذ سياقها زي ما أنتم شايفين كذا تبدأ شخصا نستمع له يعني وأقول أوه ممتاز وأكرمه كما ده لأنه الذين يسمعون لا يعرفون شيء ولا في الإسلام بالمناسبة يعني فناهيك عن المسيحية فهنا إذن إحنا أمام سياق واضح أن السيد زاكر لا يستطيع أنه يأخذ يقترب منه طب إحنا إحنا أخذنا روح التبني اللي في الآية دي روميا أخذناها إزاي يجيب كتابنا المقدس العظيم فيقول في يحنى واحد اتناشر وطلتاشر شو بقى إحنا خذنا البنوة بتاعتنا إزاي وأما كل الذين قبلوه أي قبلوا المسيح فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه باسم المسيح الذين ولدوا ليس من دم مش أب جسدي ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ولدوا نفس الفكرة فغلاطية لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يعني أبناء الله بالإيمان بالمسيح بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس زكر وأنسى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع يبقى إذن كلمة أبناء الله لها عدة معاني في كتابنا المقدس لما يطلع السيد زاكر ويأخذ آية فيها أبناء الله ويعتقد واهما أن هذه هي البنوة التي يفهمها هو بقى نعم ولا يفهم هذا المصطلح في الكتاب المقدس يبقى هو صفر لو طالع يناقش مسيحيين يعني نعم يناقش المسيحيين يقولهم أنتوا ليس فهمين كتابكم المقدس نعم لذا أنت الأبيض في كتابنا المقدس فلماذا إذا آمنا بإسم المسيح نصيره بالمسيح أبناء لله لحتى اللاهوتية صعب على زاكر ولا أسات زاكر أنه يفهموها هذه جزئية اللاهوتية ربما أركز عليها في الحلقة القادمة لكن خليني أعطي يعني مجرد مفاتيح لها طيب قبل ما تديني المفاتيح عايزة أسأل كل وقت هو يعني بحاول يأخذ المفهوم الده يعني حدد لنفسه هو مفهوم واحد للبنوة تمام المفهوم ده الجافن في القرآن أنا كمسيحية عايزة ألقى المفهوم ده ما هو مسلم وبنقشني بحسب خلفيته مش بنقشني بالكتاب المقدس فيه إيه بنقشني بحسب خلفيته الإسلامية بالمفهوم ده ألقاه في القرآن فيه أنا إنه الناس ابناء لله ده مرفوض أصلا في القرآن وحتى المسيح إنه هو ابن الله كده ابن الله بالشكل ده ده حرمين نفسهم من أحلى بركة إنه الله أبونا ده المسيح لما سألوا التلاميذ قالوا له علمنا أن نصلي قال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات نعم هو عاوز بقبس عبد صحيح ما عايز يأخذ يترقى من عبد إلى ابن في المسيح والعبد بيطرد والعبد بيتباع والعبد بيستغن عنه والعبد لما يكبر ممكن سيده يعني يطلعه من البيت خلص مش محتاجه بس الابن لا مش كده فخدوا بركة بنوة المسيح مش عايزين يأخذوها بس بشكرك لأنه الجزئية دي مهمة جدا لن يجدها لأنه المسيح في القرآن اللي بيحاول يفهمه لهم أنه لا المسيح حسب حسب فهم المسيحيين أنه الله تزوج وأنجب صح فأنت بتحاول تطلع هنا مهدي مسك العصاية من النص ومحاولة أنه يوفق عشان يفضل يفضل في الخدعة صحيح هنا لا هنا هو يعني بيحاول يفسر أنا لا هو دي الوضع الطبيعي لمسلم بيحاول يجد له مكان بين الناس أنه يضرف في الإنجيل أو يحاول يعني يظهر أمام الآخرين أنه هو فاهم في الكتاب المقدس زي ما أنت شفت التكريم لكن ليس بالحجة القوية وواضحة أنا عايز أجاوب على السؤال بس في حتة هنا القرآن بيقول إذا كنتوا أنتوا أبناء الله فلما يعذبكم بزنوبكم صحيح بيقول لنا صحيح أن اليهود والمسيحين بيقولوا إحنا أبناء الله دي بالمناسبة ورطة على رسول الإسلام لأنه يعرف أن أهل الكتاب يؤمنون أنهم أبناء لله ورفضه وحرمك أنت يا مسلم من هذه النعمة أرجوك فكر فيها لأنك إن كنت ابنا لله فأنت وارث وارث لملكوت السموات لأننا نرث هذا الملكوت في المسيح يسوع الذي مات لأجرنا وقام أعطانا هذا الإرث الأبدي أرجع لجزئية تفضلي طيب لما القرآن بيقول أو بيرفض أنه الناس اللي هم المسيحيين واليهود أنهم بيقولوا أنهم أبناء الله كيف زاكر بيقول أنا كمان ابن الله هو يقول للأخت يعني أنا ما عارف أزاي زكرة بس من باب ربما النقاش من هذا القبيل أنا أقبل أن المسيحي ابن الله وأنا ابن الله وأنت ابن الله صحيح المفروض ولا بالهزار حتى هو يتكلم الكلام لأنه أنت عندك قرآن عندك نص واضح صحيح وبعدين هو بيقول هو الراجل مشهور مش بيعذبه الله يعني ما فيش مشكلة عنده يعني مش زي ما بيقول القرآن بتقوله طب ليه بيعذبكم طالما بيعذبكم يبقى أنتم مش أبناء الله طيب الراجل مشهور اللي هو زاكر بيقول أنا ابني لله وبيقول لم أعذب يعني كل المسيحين دول يتعذبوا اللي في الدنيا يعني عشان بيقولوا أبناء لله ماذا ذاته كلام غير منطقي يعني طيب أنا عايز بس أذكر الجزئة الله عشان ما أنسى لأنه كلمة الله المسيح هم فاكرين ده اللي فتكروا القرآن ووقع سقط فيه سقوط عظيم وكان سقوطه عظيم إنه نعتقد أن بداية المسيح ولادته من العزراء مريم صحيح دي المشكلة هنا صحيح لأنه لم يفهم أن المسيح البداية من العزراء مريم دي بداية تجسد الله الكلمة في شخص المسيح فشفنا الجسد البشري واللهوت حال في هذا الجسد البشري إنما اللهوت ده الله ليس له زمن البداية ولا نهاية الله استرمدي فالله استرمدي كلمة الله اسمه ابن الله قبل ما يتجسد نعم يعني مش المسيحين اخترعوا مصطلح ابن الله للمسيح ما هم مش فاهم ما أنت أرجع لكتاب اليهود اللي بتسميه العهد القديم سفر الأمثال تلاتين الآية أربعة هتلاقي اليهود بيقول عن كلمة الله أو عقل الله هو ابن الله نعم ما اسمه ومسم ابنه انعرفت كويس هذا الكلمة اللي هو كلمة الله ابن الله لإسمه ابن الله لما تجسد تجسد في طبيعتنا إحنا البشرية نعم فكل اللي آمنوا بي أعطاهم هذا اللقب هذه العطية انتوا كمان أبناء لله تشاركوني في هذا اللقب وعطيا ونعمة وأتبناكم فتبنى نروح التبني ما هو تبنانا لأبناء لله لأنه عنده هذه الملكة عنده هذا اللقب ذاتي جوهري في طبيعة وأنا عاوز أتأكد أن المعلومة وصلت نعم بالتالي أتأكد أنها وصلت إلى المشاهدين نعم لأن المسيح له كل المجد بارك طبيعتنا حينما تجسد فيها فانتصر على الموت حسب لصالحنا نعم قام من الموت حسب لصالحنا دخل السماء حسب لصالحنا لأننا جالسين في جلوسه وسندخل السماء في المسيح نعم وبالتالي حسبنا أبناء لله حينما نؤمن به لأنه هو ابن الله الزاتي الجوهري بالطبيعة والجوهر نأخذ روحة تبني منه تبارك اسمه نعم وصلت وصلت طيب إذن أنتقل بسرعة عشان باقي لنا زمن بسيط عايز أفرغ لي ابني الحبيب اللي هو هرب منيها ما بيقدر يوغف قدامه لأنه لو وقف قدامه ستظهر البنوة المتفردة الواضحة للسيد المسيح وأنا وعدت لأحباء المشاهدين أن ابني الحبيب سأرجع لها جاء الوقت الآن لنرجع إلى هذا التعبير الرائع ابني الحبيب زي ما أنتم شايفين كذا وخلينا ندخل مباشرة الذي تبقى لنا هو بنوة المسيح اللاهوتية الذاتية الجوهرية سأخذها بس من باب ابني الحبيب إنما في الحلقة القادمة المباشرة وأتمنى جهزوا أسئلتكم في هذا الإطار أحباء المسلمين والمسيحيين في ألوهية المسيح وبنوة وفداء في هذا الإطار جهزوا أو حتى في الثالوس يعني جهزوا أسئلتكم حتى الأحباء الملحدين لو عندهم أسئلة فتبقى لنا هو هأخذ بنوة المسيح الذاتية فقط من باب ابني الحبيب طيب هروح بسرعة كده علشان أنا مش عايز أخذ كل ده بنوة المسيح اللاهية المتفردة المتميزة وكشف هروبه أي هروب ذاكرة من شهادة الابن الحبيب هي قدمت له يحنى 3 17 يحنى 3 17 قبل أن أقرأ النص أشرح هو في إيكان في متى 3 17 عفوا إنه المسيح جاء ليعتمد من يحنى المعمدان طيب من يحنى المعمدان بشهادة الإنجيل نتكلم من كتابنا أعظم مواليد النساء طيب يعني كل الموجودين دول في الساحة طبعا كان في ناس كتير بتعتمد من يحنى نعم كلهم ومعاهم يحنى المعمدان المفروض دول كلهم يهود صحيح كلهم أبناء لله صحيح طيب ليه بقى هارب من ابن الحبيب لأنه حينما نقرأ هنا وللوقتي وهو صاعد من المسيح بعد المعمودية رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه وكان صوت من السماوات بيقول إيه الصوت أنت ابن الحبيب الذي به سررت الله ده أنت بتتخطى كل اليهود وبتتخطى أعظم موالد النساء هذول كلهم أبناء لله كيف يتم إذا كان زي ما هو عاوز يعمل كده بقى موضوع الكل يعني كل الناس أبناء لا زي بعض كيف يتم تخطية كل هؤلاء ويتخطى يحنى المعمدان أعظم موالد النساء ثم يقول هذا ابن الحبيب ده ابني الحبيب الذي به سررت ويحنى مش ابنك لا يحنى ليس ابنا بالجوهر يحنى ابن بمفهوم العهد القديم لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد يحنى يدخل ضمن يعني حتى مش بالإيمان ولا بالإيمان لا لأن الإيمان لازم بالموت يتم موت المسيح فنحصل على بركات الإيمان الإيمان بالخلاص نحن بنتكلم عن الإيمان اللي هم المسيحيين اللي آمنوا بخلاص المسيح بعد تمام كذا لأن كل من آمن بقدوم المسيح قبل الصليب يأخذوا بركات هذا العهد ولذلك الأصغر في ملكوت المسيح أعظم من مشهور كشخص امتيازاته أعظم من امتيازات أعظم واحد في العهد القديم فهنا أنت ابن الحبيب قيلت لمن للمسيح ابني بالجوهر بالطبيعة لذلك ذاكر لا يستطيع ولا يجسر أن يتكلم كتير في الآية دي ليه لأنه لو يتكلم فيها سيصدم بهذه الأسئلة مثلا كيف كيف يكون التنبير بس عن واحد ابني نعم وانت وانت بتقول كلهم أبناء لا بنوة متميزة عن الكل أعطيك أيضا يعني أضيف ضربة قاضية أخرى للسيد زاكر في هذا الإطار وهي مش بس بنوة متميزة عن يحنى وباقي التلاميذ بنوة متميزة عن موسى وعن إليا الذي يرفع بجسده وعن بطرس وعن يعقوب وعن يحنى دول كلهم كانوا في مجلس واحد ثم يأتي الصوت من السماء ليعين المسيح بالذات أين كان هذا الكلام مرقص تسعة زكر لوقة تسعة زكر متى سبعتاشر زكر لما كان في جبل التجلي كان معه مين في الجبل بطرس ويعقوب ويحنى وفجأة تغيرت هيئة المسيح وصار وجهه يلمع كالشمس وسيابه براقة لدرجة أن التلاميذ لم يستطع أن ينظر وقالوا له جيد يا رب أن نصنع زي ما بيقول هنا فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد أن نكون هنا فإن شئت نصنع ثلاث مظال ثلاث مظالمين لأن في هذا المشهد تراء موسى وتراء إلي في هذا المشهد فالتلاميذ شافوا المسيح شافوا إليا وشاف موسى جيد أن نكون هنا نصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإليا واحدة وفيما هو يتكلم إذا سحابة نييرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو هذا هو هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له سمع للإبن ده ليس لأي حد تاني له له سمع دعنا أكتبها لك هنا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له سمع ليس لأي حد تاني ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء يسوع ولمسهم وقال قموا ولا تخافوا فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده أصلا ما فيش في المشهد غيره ما فيش في المشهد أروع منه كل ينتهي ويزوب لكن المسيح وحده هو الباقي لم يروا في المشهد غير المسيح هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له سمع لا دي بنوه متفرد يا عزيزي زاكر بلاش تخدع نفسك وبلاش تخدع الآخرين الذين يسمعونك ارجع للإنجيل وقرأ الإنجيل بصدق وإلى كل الأحباء الذين يعتقدون أن زاكر أو أمثال وأشكاله إذا كان ديدات أو غيره فندت هنا أمور كثيرة جدا في قناة الحياة وفي برنامج الدليل أيضا لتكشف حقيقة هؤلاء المدعين الذين يدعون أنهم يعرفون في إنجيلنا المقدس وإلى الآن لم نجد شخص بصراحة يقول لنا عن ألوهية المسيح مثلا أنا قرأت التفسير الفلاني والتفسير الفلاني ولم أجد أن المسيح يعني في كلام عن ألوهية مثلا حينما يقول أنا والآب واحد من رأاني فقد رأى الآب كيف داود يقول بالروح ربا قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع عادائك موطئا لقدميك أو عبرانيين واحد أما عن الإبن كرسيك ويا الله إلى دهر الدهور قضيبوا استقامة قضيبوا ملكك أو مثلا لما الرب يسوع بيتكلم بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة أو لما بيقول أنا هو القيامة كل آيات كثيرة جدا تؤكد ألوهية المسيح وتفرد بنوته دا كان الموضوع النهار دا بس أنا مسكت ابني الحبيب ورديت على روميا 8 اللي هو اقتطاع من سياقة لكن عندما تضع الآيات مع بعضها كذا وتشوف المنظر كامل أنت بتشوف الحقيقة وعلشان كذا إلى الأحباء اللي بيتابعونا والمهتمين منهم أيضا ارجعوا للكتاب المقدس وإلى تفسير الكتاب المقدس لأن مخزون في هذا الكتاب الحياة الأبدية هو اللي نادى بالحياة الأبدية هذا الكتاب نادى بالحياة الأبدية هذا الكتاب خصيصا موضوع مش عشان فلك وعلم وإلى آخره موضوع خصيصا للخلاص الأبدي بس دي الرسالة دا الهدف مش الهدف جاي يعلمنا أي شيء آخر جاي يعلمنا كيف نرضي الله بالإيمان به والحياة المقدسة في شخصه المبارك نخطئ نعم لكن هناك باب مفتوح للتوبة الرب يبارك حياتكم فلا تفوتوا الفرصة أنا كده خلصت مجرد المحور الأول بدعو الأحباء يكونوا معنا في الحلقة القادمة بنعمل ربنا أنا عندي سؤال الحقيقة هما كان جزئتين كنت عايزة مش عارف الوقت حيكفي ولا لا هو لما بيتكلم عن أنه المسيح ابن محبوب لأنه تمم الوصايا مش كده مش هو قال كده طيب بيرجع السؤال لمحمد فين يعني القرآن تكلم عن أنه محمد ابن الله لأنه تمم الوصايا أو ابن محبوب للإله لأنه تمم الوصايا ولا محمد ما تمم الوصايا لا أنت ما تستني من ذاكر يعني أنه يكون عنده إجابات على هذه الأسئلة لأنه هؤلاء أنا لاحظت الناس المسلمين اللي في الهند وفي عنديهم الإسلام لكن مختلط بأمور تانية مش بس الإسلام التقليدي اللي احنا بنعرفه لا لا الإسلام زي أحمد دي دات كده مختلط بالأحمدية وهذا الرجل أنا سمعته يتكلم عن أيضا دفن المسيح مختلط أيضا بالأحمدية قضية الصلب نعم يأخذ هذه الجزئية لكن أيضا لا يستطيع أنه يتخلى عن الفكر الأحمدي لأنه مسيطر على مسيطرة كبيرة فميرزى غلام أحمد من هناك وبالتالي مؤثر على هذه الجهة كلها يعني أيها طيب ما أنت لما تيجي تتكلم مع ناس أنت بتحاولت خليني أقول نقول بيحاول يهد عقيدة معينة خلاص هنا عقيدة بنوة المسيح للإله هي لأنه محبوب لأنه تمام الوصايا خلينا في الإطار هذا هو ابن محبوب لأنه تمام الوصايا هل محمد قيل عنه نفس الكلام خصوصا أنه هو سيد المرسلين طبعا فالمفروض نلقى المفهوم ده اللي بيحاول يصدره لنا زاكر نلاقيه عند محمد غير موجود بالعكس في القرآن ستجد أنه القرآن واضح يقول لرسول الإسلام أنه غفر لك ما تقدم وما تأخر من زنبك عنده زنوب لا غفر إيه نا وكان ضالا وكان وكان صحيح ضالا فوجد إلى آخره نا لا تجد على وجه الأرض من مشى على هذه الأرض بلا خطيئة غير المسيح من أكمل الناموس كاملا هو المسيح ولذلك تعلقنا بالمسيح لأنه قدم كل هذا لحساب من آمن به فالذي يؤمن بالمسيح سيأخذ كمال المسيح وبر المسيح وقداسة المسيح ويقف به يوم الدينونة يوم القيامة لا دينونة الآن عن الذين هم في المسيح يسوع نا فبالتالي مش الموضوع أنه اعمل اللي انت عايزه لا الموضوع مش كده زي ما ذكر أحمد ديدات الكاذب أيضا واللي كانت نهايته صعبة جدا لأنه كذب كثير على المسيح فالمسيح أوقف أداة الكلام عنده يعني نا أنه انتوا عملوا كل شيء ويرموا خطاياكم على المسلوب نا لا دا عندك انت فإن زنى وإن سرق آه وإن زنى وإن سرق احنا ما عندناش كده المهم اهتموا بحياتكم الأبدية وراجعوا ما قلناه ربي بارك حياتكم لكم مشاهدين المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا زي ما احنا بنصلي لأجلكم وأكيد هنشوفكم في الحلقة المباشرة الجاية شاركونا في الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة